السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اجبت لكم واحدة وصفة لزيادة الوزن اي للتسهيم. يعني واحدة وصفة من مكونين فقط. ستتكونون من جوج مكونات موجودين في المطبخ ديالنا. ستعملوهم يوميا ولكن عمرنا متن ابدا. متن فكروا ان هنا نجمعهم مع بعدي. متن جمعهم مش مع بعدياتهم فتشي وصفة ولكن جمعهم مع بعض هو السر في السمنة. وطي يعطيوا واحدة نتيجة هائلة. هات جوجة المكونات الى تجمعوا مع بعدياتهم. فيعطيوا الوزن بصفة سريعة. يعني نحضر ورصنا ونعملوا الاحتيات الناس اللي مبغوش يزيدوا في الوزن بصفة كبيرة. لانه راتي عطي واحدة السمنة بطريقة سريعة جدا. يعني كل اسبوع تتعمل في هاد الوصفة. تعطيوا واحد الكيلوات. يعني ضروري ما تدد الكيلوات في هاد الوصفة هذي. الناس اللي بغا تتمنهي شوية يعني تستعملها غير مدة اسبوع. ولكن انا تنصح بانها سعمل لمدة ثلاث اسابيع متواصلة للناس اللي مراد من النحافة. لانهم مرض ديال النحافة الشديدة. يستعملها ثلاث اسابيع متواصلة. ويسكيوا اسبوع يعني ما يعملوهاش واحد الاسبوع. ثم ما يستمروا في الاسابيع الاخرى. سياخدوه حتى الاثناش الكيلو. يعني هاد الوصفة تتعسل تل اثنا عشر كيلو في ثلاث اسابيع. يعني هاد الوصفة جيدة جدا. وكذلك علجبت هاد الوصفة فيها جوج ديال المكونات فقط. لانه ماشي كل شي الناشف ستعتم انهم ياخدوا فيتامينات من الصيدريات. يعني فوق مئة درهم يعني الثمن ديلها فوق مئة درهم او مئة دولار او مئة اورو. وكذلك كان بزفة الناس اللي ما يمكنش لهم يستعملوا بزفة المكونات. ما عندهمش الوقت ما عندهمش الوقت باش يحضروا هادك المكونات. وكاين الناس بطبيعة الحال لي ما عنداش الامكانيات باش تريدك المكونات كاملة. وبغاد تزيد من الوزن زيولها لانه عندهم النحافة. ذاك شي باش جبتلكم هاد الوصفة فيها مكونات فقط. وغادي تشوفوا الناتجة لو لا استمرتوا في هاد الوصفة لمدة ثلاث اسابيع. كيف ما قلنا ونسكوا اسبوع يعني ما نعملو هاش اسبوع. ونستمروا في العامة ديالها اللي بغنا نزيدو في الوزن اكتر. هي وصفة متناول الجميع. وهاد الوصفة تتكون من حليب الكامل الدسم. كنا تنعرفوا بانه الحليب من اهم المصادر الكالسيوم. يعني ومصدر جيد للبروتين. كلها كوب من الحليب. كوب بحال هادات يحتوي الى ثمانية غرام من البروتين. وكذلك من الكربوهيدرات والدهون الصحية المشبعة. اللي تتساعدنا جدا جدا. ومحتاجين لها في زيادة الوزن. وفي التسمين ومشيغر التسمين فقط. كذلك هاد الدهون المشبعة والكربوهيدرات. تتبني لنا كذلك العضالات. تنعرفوا بانه إلا بغينا نزيده في الوزن. لابد لنا مشي مشروب. معظم الناس يلتجوا المشروبات الغازية. المضرة جدا. اللي ما فعلها فيتامينات. ولا دهون مشبعة ولا حتى شي حاجة. يعني عواد هاد المشروبات الغازية. بزاف الناس اللي تبغي سمان تشرب المناظر بزاف. يعني نستعملوا الحليب الكامل الدسم. هو مصدر جيد للبيتامينات. للبروتينات. للدهون للبيتامينات. للمعادن. آخر هو الحلبة. الحلبة الزهيدة الثمن. كنا عارفين بانه الحلبة رخيصة في الثمن. وموجودة في كل مطبخ ومتناول الجميع. وكنا نعرف الفوائد لها خصوصا في التسمين. وفي زيادة أو زيادة الوزن. الحلبة تكون من البوتاسيوم والفوسفور والماغنيزيوم والكالسيوم والحديد والسوديوم والنحاس والزن والمنغانيز. بالإضافة لفيتامين السي. وركزوا على فيتامين السي. لأنه فيتامين السي والتي تساعد الجسم على امتصاص هاد المعادن. وعلى امتصاص الكالسيوم خصوصا الكالسيوم. فاش الجسم دينا طي يمتص الكالسيوم مزيان. تسمح لنا باش نستفدوا من الماكلة اللي تناكلوها يوميا. يعني من الأكل دينا من وجبة الفطور والغداء والعشاء. بالتالي تنزيدو في الوزن دينا. يعني صيدلية متكاملة في هاد الحلبة بوحدها. يعني كيف ما قلنا امتصاص الكالسيوم يعني جزء مهم في هاد الوزفة. ولا بدن فيتامين السي. وتنعرفوا بأن الحلبة تحتوي الى واحد الكمية كبيرة ديال فيتامين السي. وكذلك على الكالسيوم يعني واحد جزء أشياء اللي متكاملين مع بعضياتهم. وتسمحوا الجسم ديالنا بأنه يمتص الأكل. بالتالي كما تنقولوا بالدريجة ديالنا الماكلة تتبان فينا. من غير امتصاص الكالسيوم وخلنا كله صباح وعشيرة ما تتبانش فينا الماكلة. يعني هاد الجوش تسمحوا لنا بأننا الماكلة ديالنا الفطور والغداء والعشاء يعني يعطي الفائدة دياله. مش تنستعملها جزء مكونات. أولا تنغليو كاسة الحليف تنغليوه مزيان. لا بدي يكون مغلي مزيان ونستعملوه وهو ساخن جدا. وتن ناخدو ملعقة ديال الحلبة وتنغسلوها مزيان. أنا غسلها الكيمية غسلها مزيان. للاحطو هادي حلبة بلدية. تنستعملي حلبة بلدية نقيتها وغسلتها مزيان. وتنستعملو ملعقة ديال الحلبة. في الحليب ديالنا بهذا الشكل. ولكن ما نشربوه في نفس الوقت. يعني نخليوه وعد عشرة دقيق حتي تنقع مزيان في الحليب ديالنا. يعني باش يطلق الحلبة تطلق في الحليب. غادي مكرينا نستعملوه. بنسبة الواحد التساؤل اللي هو على الرائحة ديال الحلبة. بسفت الناس يتهربوا من الحلبة. على قبل الرائحة ديالها في الجسم. فعلا تتعمل واحد الرائحة في الجسم اللي غير محببة. عندنا واحد العنصر آخر تنستعملوه. اللي تهنينا من هاد المشكل اللي هو واحد. قليل نتر القليل من القرفة في هاد الكوب لنا الحليب. يعني تهنينا من هاد المشكل زيال رائحة الحلبة. يعني ما تنقوشا عنه النبسة. بالإضافة إذا عندنا وكينا النظافة الشخصية. يعني الإنسان يمكن ليهنطف الأماكن اللي تيكون فيها التعرق. يعني ماشي مشكل هذا بالنسبة للناس اللي عندهم تعانوا من النحفة الشديدة. يعني هاد ما تيبقاش مشكل. لأنه كين المواد للتنظيف. والحمد لله كين الماء وكين الصابون. باش ننطفوه. يعني ما تيبقاش مشكل. بالنسبة لهاد الوصفة غادي ندوموا لها لمدة ثلاث أسابيع. ونساكي واسبوع كيف نما قلنا. ونبعد نعودو نستعملوها. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش مشكل ليا النحفة الشديدة. يعني اللي يستعملوها أسبوع فقط. أنا تم تكلم مع الناس اللي عندهم نحفة شديدة لمدة ثلاث أسابيع متواصلة. يشربوا هاد المشروب يوميا. مرى الغداء ديالهم أو مرى فأي وقت أو مرى أي وجبة. ملاحظة أخيرة في هاد الوصفة هو أن هاد الوصفة للنساء فقط. يمكن لنا نعطوها البنية الصغر فوق السنتين. يمكن لنا نعطوهم هاد الوصفة. ولكن بطريقة مخففة. إنما للذكور خصوص الأطفال ما تنعطوهمش الحلبة. الحلبة تتقوي الهرمونات الأنتوية. يعني الولد تكبر وتتكبر معاه مسائل يعني تتولي عنده واحد المسائل اللي هي مدورة. يعني ديغون دور تقولي عنده بحاله بحال البنات. يعني ما نعطو الحلبة بصفة نهائية تنشوف بات الناس فيحطوا وصفات وما تقولوش هاد المسألة. هو أنه الحلبة ما تنعطوهاش الذكور لأنها تتقوي الهرمونات الأنتوية. يعني الولد تكبر عنده يعني بحال قنا واحد الفصالة أنتوية تكون عنده ديغون دور. يمكن يخرج لي حتى السادر ديالو. يعني ما يمكنش نعطو الحلبة للأطفال من الذكور ولا تنصح بها حتى الكبار. يعني هدي هي مسألة. واللي يعجبو هاد الفيديو يعمل لي لايك ويشترك معايا. وشكرا لجميع.